مساء الخير كيفكم؟ معكم ورد محمد واليوم بدنا نكمل مع بعض الجزء الثاني للمفرش الدائري إذا الآن سأدخل داخل هذه الفتحة غرزة الفيستيتش وسأحيق داخلها غرزة منزلقة بهذه الطريقة الآن أصبحت داخلها ثم بعد ذلك سأرتفع بثلاثة غرز سلسلة واحد اثنان ثلاثة ثم واحدة ثم غرزة عمد بلف داخل الفتحة بهذه الطريقة هكذا ثم الآن سأحيق غرزتان سلسلة وعلى هذه الأربع سلاسل سأحيق داخلهم غرزة منزلقة ثم غرزتان سلسلة ثم داخل غرزة الفيستيتش سأحيق غرزة فيستيتش أخرى غرزة عمد بلفة غرزة سلسلة ثم غرزة عمد بلفة في نفس الفتحة بهذه الطريقة سأكمل بنفس هذه الطريقة داير ما يدور السطر والآن كما ترين أمامك انتهيت من حياة الدور ووصلت إلى هنا بعد أن حكت غرزتان سلسلة كما ترين أمامك سأدخل السلسلة في الغرزة الثالثة الثلاثة غرزة سلسلة التي حكتها في بداية السطر ثم سأحيق داخلها غرزة منزلقة لأغلق السطر بهذه الطريقة إذن وآن كما ترين أمامك سأدخل داخل غرزة الفيتتيتش هذه وسأحيق داخلها ثلاثة غرز سلسلة ثم غرزة عمد بلفة وبعد ذلك سأحيق ثلاثة غرزة سلسلة ثم منزلقة فوق المنزلقة التي حكتها في السطر السادق ثم ثلاثة غرزة ثم سأحيق غرزتان عمد بلفة داخل غرزة الفيتتيتش وهكذا بنفس الطريقة على جميع غرز الدور اذا الآن سأدخل السنارة داخل غرزة الفيستش بهذه الطريقة وساحق داخلها غرزة منزلقة لأدخل إلى داخلها ثم سأرتفع بثلاثة غرز سلسلة وساحق غرزة عمض بلفة داخل غرزة الفيستش من الدور السابق بهذه الطريقة ثم ساحق ثلاثة غرز سلسلة بعد ذلك ساحق فوق غرزة منزلقة هذه من الدور السابق غرزة منزلقة كذلك بهذه الطريقة هكذا ثم ثلاثة غرز سلسلة ثم داخل هذه غرزة الفيستش ساحق داخلها غرزتان عمض بلفة هذه واحدة وهذه اثنتان بهذه الطريقة ثم الآن ساحق ثلاثة غرز سلسلة واحد اثنان ثلاثة ثم فوق غرزة المنزلقة من الدور السابق ساحق عليها كذلك غرزة منزلقة بهذه الطريقة سأكمل إلى نهاية الدور وأعود إليكم والآن وصلت إلى نهاية الدور ساحق ثلاثة غرز سلسلة ثم سأرق الدور بمنزلقة في ثالث غرزة سلسلة من بداية هذا الدور بهذه الطريقة سأبدأ بالدور التالي سأدخل السنارة داخل بين هذه الغرزتان الثلاثة غرز سلسلة وغرزة العمض بلفة سأدخل السنارة في الوسط ثم سأحيك غرزة منزلقة بهذه الطريقة ثم سأرتفع بثلاثة غرز سلسلة بعد ذلك سأحيك سبعة غرز سلسلة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة بعد ذلك هنا في الجزء الثاني بين هذه الغرزتان عمض بلفة في وسطهم سأحيك غرزة عمض بلفة واحدة بهذه الطريقة هكذا ثم سأحيك سبعة غرز سلسلة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثم سأحيك غرزة عمض بلفة بين هذين العمض بلفة بهذه الطريقة في الوسط هنا بهذه الطريقة سأكرر ذلك على دائر ما يدور الدور وأعود إليكم والآن كما ترين أمامك وصلت إلى نهاية السطر سأحيك الآن سبعة غرز سلسلة اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثم سأغلق في ثالث غرز السلسلة التي حكناها في بداية هذا السطر بغرزة منزلقة واحد اثنان ثلاثة وأغلق بمنزلقة بهذه الطريقة ثم بعد ذلك سأدخل السنارة داخل هذه الفتحة وسأحيك داخلها غرزة منزلقة بهذه الطريقة ثم سأرتفع بثلاثة غرز سلسلة وسأحيك الآن تسعة غرز عمض بلفة داخل هذه الفتحة إذن واحد تسعة بهذه الطريقة ثم سأنتقل إلى هذه الفتحة الثانية وسأحيك داخلها عشرة غرز عمض بلفة إذن واحد تسعة وأخيرا عشرة بهذه الطريقة ثم سأنتقل إلى هذه الفتحة ونحيك داخلها عشرة غرز عمض بلفة ثم هذه الفتحة عشرة غرز عمض بلفة وهكذا في جميع الفتحات التي كانت في الدور السابق عبارة عن سبعة غرز سلسلة سأحيك داخلهم عشرة غرز عمض بلفة والآن كما ترون أمامكم وصلت إلى نهاية هذا الدور سأحيك غرزة منسرقة في ثلاث غرزة سلسلة حكتها في بداية هذا الدور بهذه الطريقة كما ترون أمامكم والآن سننتقل إلى الدور التالي سأرتفع بثلاثة غرز سلسلة بهذه الطريقة ثم سأحيك غرزتان سلسلة بعد ذلك سأترك واحد اثنان ثم في الثالثة سأحيك غرزة عمض بلفة ثم سأحيك غرزتان سلسلة ثم سأترك واحد اثنان ثلاثة وأحيك بداخلها غرزة عمض بلفة سأحيك غرزتان سلسلة ثم سأترك غرزتان عمض بلفة واحد اثنتان ثم في الثالثة أحيك غرزة عمض بلفة بهذه الطريقة. غرزتان سلسلة. اترك غرزتان عمود بلفة ثم في الثالثة احيك غرزة عمود بلفة. بهذه الطريقة. سأكمل الى نهاية الدور وعود اليكم. والان كما ترون امامكم وصلت الى نهاية الدور. ساحيك غرزتان سلسلة. ثم ساورق الدور بمنزلقة في ثالث غرزة سلسلة التي حكناها في بداية هذا الدور. بهذه الطريقة. والان سارتفع بثلاثة غرزة السلسلة. واحد اثنان ثلاث. ثم داخل هذه فتحة الغرزتان سلسلة من الدور السابق ساحيك داخلها غرزتان عمود بلفة. اذا واحد اثنان. ثم ساحي غرزة عمود بلفة واحدة فوق غرزة العمود بلفة هذه. بهذه الطريقة. ثم في الفتحة هذه ساحي غرزتان عمود بلفة. ثم فوق هذا العمود ساحي غرزة عمود بلفة واحدة. ساكمل ذلك دائر ما يدور الدور واعود اليكم. والان كما ترين امامك وصلت الى نهاية السطر. ساغلقه بغرزة منزلقة. في ثالث غرزة السلسلة ارتفعت بها في بداية السطر. بهذه الطريقة. والان سننتقل الى الدور التالي. في البداية سارتفع بثلاثة غرز سلسلة. ثم ساحي غرزة السلسلة كذلك. بعد ذلك ساحي غرزة عمود بلفة في نفس المكان الذي ارتفعت منه. بهذه الطريقة كونت غرزة في ستيتش. ثم ساحيك اربعة غرز سلسلة. اثنتان ثلاث اربعة. ثم ساترك خمسة غرز عمود بلفة وساحيك في السادسة غرزة عمود بلفة. اذا واحدة اثنتان ثلاثة اربعة خمسة ستة. في السادسة احيك داخلها غرزة عمود بلفة. ثم غرزة سلسلة. ثم في نفس الغرزة هذه ساحيك غرزة عمود بلفة كذلك. اذا كوننا غرزة في ستيتش. ايضا سنحيك اربعة غرز سلسلة. ثم سنترك خمسة غرز عمود بلفة. واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة. هو في السادسة ساحيك غرزة في ستيتش. عمود بلفة سلسلة. ثم عمود بلفة في نفس الغرزة. بهذه الطريقة. طبعا اذا انتبهتم اننا الان نكرر هذه الادوار. هذا الدور الذي بغرز العمود بلفة وبينه غرزة سلسلة. هو نفسه هذا الدور. والدور الذي يليه ايضا هو هذا. والدور الذي بغرز الفي ستيتش هذه. الان نحيكه. اذا سنكرر هذا القسم. هذا القسم الزخرفي سنكرره ايضا هنا. اذا ساكمه الى نهاية الدور بنفس الطريقة واعود اليكم. والان كما ترون امامكم وصلت الى نهاية الدور. ساحيك الان اربعة غرز سلسلة اثنتان ثلاثة اربعة. ثم ساولق بمنزلقة في ثلاث غرزة سلسلة. ارتفعت بها في بداية هذا الدور. بهذه الطريقة. يجب ان يكون عندكم عدد غرز الفي ستيتش في هذا الدور. اربعة واربعين غرزة. اذا والان لننتقل الدور التالي. سندخل السنارة داخل هذه الغرزة. كما ترون امامكم. ثم ساحيك غرزة منزلقة. والان سارتفع بثلاثة غرز سلسلة. ثم بغرزة سلسلة اخرى. وساحيك داخل هذه الفتحة. غرزة عمود بلفة كذلك. بهذه الطريقة. اصبح لدينا غرزة في ستيتش اخرى. ثم ساحيك غرزتان سلسلة. غرزة منزلقة على هذه الاربع غرز سلاسة من الدور السابق. ثم غرزتان سلسلة. ثم داخل غرزة الفي ستيتش احيك غرزة في ستيتش. غرزة عمود. غرزة بهذه الطريقة. ثم ساحيك ايضا غرزتان سلسلة. ثم غرزة منزلقة هنا. بهذه الطريقة. اكرر ذلك داير ما يدور الدور. والان كما ترينا امامك وصلت الى نهاية الدور. بقي لي ان احيك غرزتان سلسلة. ثم ساغلق الدور بغرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة. ابتدأت بها في بداية هذا السطر. والان سادخل السنارة داخل غرزة الفي ستيتش هذه. بهذه الطريقة. واحيك غرزة منزلقة. ثم سارتفع بثلاثة غرز سلسلة. وساحيك غرزة عمود بلفة داخل غرزة الفي ستيتش من الدور السابق. بهذه الطريقة. ثم ساحيك ثلاثة غرز سلسلة. وساحيك غرزة منزلقة فوق غرزة المنزلقة التي من الدور السابق. بهذه الطريقة. ثم ثلاثة غرز سلسلة. ثم ساحيك غرزتان عمد بلفة داخل غرزة الفي ستتش هذه إذن هذه أول غرزة ثم ثاني غرزة في نفس المكان ثم ثلاثة غرز سلسلة ثم ساحل غرزة منزلقة فوق غرزة المنزلقة التي من الدور السابق بهذه الطريقة ثم ساحل ثلاثة غرز سلسلة ثم غرزتان عمد بلفة داخل غرزة الفي ستتش من الدور السابق بهذه الطريقة إذن سأكمل على نفس هذه الطريقة حتى أصل إلى نهاية الدور وأعود إليكم والآن كما ترينا أمامك وصلت إلى نهاية الدور الآن سأغلق الدور بغزة منزلقة في ثالث غزة سلسلة حكتها في بداية هذا الدور واحد اثنان ثلاثة بهذه الطريقة والآن تستطيعين أيضا أن تكرر هذه الغرز مثل ما صنعناها هنا ثم كررناها هنا تستطيعين أيضا تكرارها بالعدد الذي ترغبينه حتى تكبر الدائرة إلى الحجم الذي ترغبينه لكن إن أردت التوقف فعليك أن تنهي الأدوار بغزة الحشو يعني مثلا كما ترينا أمامك هنا في الباترون مثلا هذه الأدوار التي باللون الأصفر هي الأدوار التي تكرريها إن أردت أن تكرري فعليك أن تحيكي هذا الدور الذي باللون البرتقالي وعليه هذا الدور ثم تبدأي بالتكرار من الأدوار هذه الخمسة أما إن أردت التوقف فبدل أن تحيك هذا الدور الذي باللون البرتقالي عليك أن تحيك هذا الدور الذي باللون الزهري وهو الدور جميعه بغرز الحشو مثلا كما ترين أمامك في هذه القطعة كررت هذه الغرز الخمسة فقط لمرة واحدة أي أنني هنا كما ترين أمامك لم أحيك هذا الدور الذي باللون البرتقالي فقد توقفت بعد هذا الدور ثم مباشرة حكت الدور الذي باللون الزهري هنا غرزة الحشو أما هذه التي باللون البيج فقد كررت الخمسة أدواء إلى مرتان كما ترين أمامك وقد حكنا هذان الدوران انظري معي جيدا هذا الدور الذي باللون البلتقالي هو هذا الدور والدور الذي يليه هو هذا ثم ابتدأنا من جديد بهذه الأدوار من بداية الأدوار التي باللون الأصفر ثم على آخر دور قررت أن أتوقف فقط بتكرار مرتان إذن حكت الدور الذي باللون الزهري وهو الدور الذي بغرزة الحشو والآن سأشرح لكم كيف سنحيك هذا الدور الذي باللون الزهري إذن الآن سأرتفع بغرزة السلسلة ثم سأبدأ بحيكة غرزة الحشو على أول غرزة مكاما ارتفعت سأحيك أول غرزة الحشو ثم بين هذين أو عامودين بلفة الثلاث غرز السلسلة والعامود سأدخل السنار بينهما وأحيك أيضا غرزة حشو ثم فوق هذا العامود سأحيك أيضا غرزة حشو بهذه الطريقة ثم فوق هذه الثلاثة سلاسل التي من الدور السابق سأحيك عليها ثلاثة غرز حشو إثنتان ثم ثلاث ثم فوق غرزة المنزلقة هذه سأحيك عليها أيضا غرزة حشو بهذه الطريقة ثم فوق الثلاث غرز السلسلة سأحيك أيضا عليهم ثلاثة غرز حشو واحد إثنتان ثلاث ثم فوق هذا العامود سأحيك عليه أيضا غرزة حشو واحدة بين هذين العامودين سأدخل السنار وأحيك غرزة حشو واحدة ثم فوق هذا العامود سأحيك أيضا غرزة حشو عليه بهذه الطريقة وهكذا أكمل بنفس هذه الطريقة على جميع أطراف هذا المفرش الدائري والآن كما ترون أمامكم وصلت إلى نهاية الدور الذي بغرز الحشو بقي لي ثلاثة غرز سأحيكهم أمامكم هذه واحدة اثنتان ثلاث بهذه الطريقة ثم سأغلق بمنزلقة في أول غرزة حشو ابتدأت بها في هذا الدور بهذه الطريقة ثم سأسحب غرزة سلسلة وسأقص الخيط بهذه الطريقة بعد ذلك سأسحب السنارة هكذا وأسحب الخيط بهذه الطريقة ليثبتها وبعد ذلك سأخفي جميع الخيطان بين الغرز وبهيكا بكون انتهت من شرح طريقة حياكة المفرش الدائري بتمنى الشرح كان واضح لألكم لا تنسوا تبعتوني تطبيقكم للمفرش على حساباتي في السوشال ميديا اما فيسبوك او انستجرام الروابط في صندوق الوصف بشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد و دمتم في امان الله اشتركوا في القناة